موسيقى 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 وهذا الفداء دكتور زكريا كمان بيشمل الماضي يشمل الماضي والحاضن المستقبل لأنه المسيح غير محدود على الصليب مكتوب في كلوسي من أجل الصفحة عن الخطايا السالفة بإيمان الله وفي روميا ثلاثة مكتوب الله قدم المسيح كفارة بالإيمان بدمه من أجل الصفحة عن الخطايا السالفة بإيمان الله فمسامحا لنا بجميع القطايا والصفحة عن الخطايا السالفة كمان تسمح لي نزار أقول أنه لازم الفادي ده كمان يكون إنسان يعني يكون قد كل الناس مكتوبها كذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد يسوع المسيح ثم لازم يبقى إنسان يعني إنسان غير محدود نفسه تبقى ملكه ما تقلش قيمته على الإنسان خالي من القطية ولازم كمان يكون غير محدود فالملاك ما ينفعش مع كل عظمة الملائكة بس الملائكة أرواح مخلوقة ما يبقى إلا كل الشروط بتشاول على شخص واحد أتمنى أننا نركز تماما في هذه الزبيحة الكاملة وما أن عيننا تسقط على زبيحة المسيح وقتها كل مشاكلنا تتحل ده كلام اختباري مش مجرد نظريات أو كلام وعظي دكتور زكريا المسيح قدم فداء وخلاص مرة واحدة اشتركوا في القناة